السلام عليكم اليوم سأكمل تصليح كارت الـ RX 480 التي تحدثت عنها قبل فترة ليست بطويلة وكنت أنتظر وصول القطع الخاصة بها حيث بعد وصولها قمت بتغييرها وجربت الكارت لكن للأسف لم يتغير المشكل ولم يظهر أي جهد على الجهة الخاصة بالفيرام وبعد فحص طويل جدا وجدت أن أحد مقاومات المتصلة بالمتحكم والمصفات لا تعطي أي قراءة والمفترض أن تعطي صفر أون وأغرب شيء وجدته أن المصفات كذلك لا يعطي أي قيمة في البوابة الخاصة به فاتجهت إلى تغييرهم مباشرة وبعد الانتهاء فحصت المكان مرة أخرى ويمكن ملاحظة أنه أصبح يوجد قراءة في بوابة المصفات عكس الأول فجربت الكارت بعدها وظهرت الصورة بشكل عادي وهذه أول مرة في حياتي أرى المصفات يتعطل بهذا الشكل ففي الغالف المصفات عندما يتعطل يبقى يعطي قصر عكس ما حدث هذه المرة والكارت الثانية هي الـ RX408 من صفاير والمشكلة فيها هي أن الحاسوب لا يشتغل كليا عند وضعها فيه وبالفحص وجدت قصر في مدخل الطاقة الخاص بالكارت وهذا يفسل المشكلة السابق فانتقلت لفتح الكارت وقنت بحقن سفاصي 75 فولت في مكان القصر فوجدت واحد من الديارموس يصدر حرارة فكنت بالنزعه تاليا وبعد الانتهاء فحصت ما تخطط طاقة مرة أخرى فوجدت أن القصر قد اختفى فجربت الكارت كي أتأكد أنه لا يوجد أي مشكل آخر وظهرت الصورة بشكل طبيعي وتبقى لي فقط طلب ديارموس من الانترنت لأنه غير متوفر لدي حاليا وثالث كارت هي الـ RTX 3070 بـ NY وحسب كلام صاحبها فقد كان يلعب بها بشكل عادي وفجأة حدث كراش ولم تشتغل الكارت مرة أخرى وبالفحص الأول وجدت قيمة المقاومة قليلة جدا في كل مداخل الطاقة الخاصة بالكارت وهذا شيء سيء جدا فانتقلت لفتح الكارت كي أفحصها أكثر فوجدت الكارثة فكل شيء تقريبا يوجد فيه قصر وكذلك وجدت احتراق على بعض المكونات ومنها المتحكم الخاص بالفيران وإذا شاهدت الفيديوهات السابقة ستعرف أن هذا الشيء سيء جدا وعلى كل حال قمت بحقن 7.75 فولت في مكان القصر واستعمل الكاميرا الحرارية فوجدت أن القلب يوجد فيه قصر وللأسف سيعد هذا الكارت غير قابل للتصليح والسبب أن القطع التي تحتاج لتغيير سيكون سعرها غالي جدا وإن كنت تتساءل عن سبب مشكل فلا يوجد جواب محدد فقد يكون السبب هو تنظيف السيء للكارت فقد لاحظت رائحة عطر عليها فلو حدثت أي أكساد قريبة من مكان متحكم قد يضم الكارت كما رأينا ويمكن أن يكون السبب هو عامل خارجي أدى لحدود القصر ويمكن كذلك أن يكون السبب هو أن المتحكم تعطل من تلقاء نفسه وهذا الشيء ممكن بسبب أن كروت إنفيديا في معظم الحالات تستخدم متحكمات رخيصة وبالتالي تحدث مشاكل مثل هذه لكن في كل حالات فلا يمكن أن نجزمها سبب مشكل وآخر كارت معنا اليوم هي الـ RX-1700XT من أمس آي وحسب كلام صاحبها فقد بدأت تعطي شاشة سوداء بعد بضعة أيام من استخدامها فكنت بتجريبها لكن الصورة ظهرت بشكل عادي وكنت باختبارات ضغط أكثر لكن لم يظهر أي مشكل وأردت أن أظهر هذه الكارت بسبب أن هذا الشيء يحدث لي كثيرا ولا أستطيع أن أصلح كارت لا تعطي أي مشاكل فالكثير يرسلوني بالأخص عن مشكل ظهور شاشة سوداء بعد مدة طويلة ويبقى لديهم صوت اللعبة ظاهر أو الحاسوب لا يعيد التشغيل وهذا المشكل لسبب ما لا يظهر في حاسوب حتى ولو جررت الكارت لمدة طويلة ويمكن أن تكون هذه الكارت بها مشكلة لكنها غير ظاهرة بعد لهذا أنصح أي شخص آخر قبل إرسال كارته هي تجربتها في حاسوب آخر وتنظيف مداخل الشاشة والPCI وكذلك الحرص على أن يكون المشكل ظاهر وليس الذي يحدث كل يوم مرة واحدة وفي الآخر إن أعجبك هذا الفيديو فلا تنسى دعمنا باللايك واشتراك سلام اشتركوا في القناة